هاي جزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سألني احد الاخوة عن افضل نوعية جهاز كلام ميتر او جهاز قياس هوفو ميتر اه جواب الى ولكم مجموعين اه هاي طبعا مجموعة من اجهزة القياس متعددة المناشئ هذا صيني صيني انجليزي ماليزي ماليزي انجليزي صيني صيني هذاني متدعم اه اجهزة متعددة المناشئ او كل جهاز يعني يقيس والتية وتيار وقسمي يقيس متسعة قسمي يقيس متسعة قسمي يقيس ذبذبة قسمي يقيس كويل وهكذا فقسمي يقيس كلام ميتر تيار اي سي هذا كلام ميتر فبعض الكهربائيين مثلا يحتاج كلام ميتر هذي هذا كلام ميتر سعر عشرة الاف دينار رخيص جدا صيني بعض الكهربائيين يحتاجون مجال اتصالات يحتاجون هذا الجهاز اللي سعره 25 الف هذا قسمي التسعة وملف ومقاومة يحتاجوا بعض الاخوة يريد له جهاز مضبوط مثل هذي انجليزي يقوله كان مو يومي نبدل بطارية هذا لان الصيني يسحق بطارية نقولكم يا بصراحة الجهاز الصيني يسحق بطارية واذا عطل ما يصلح شيله وذباب الزبل اما الانجليزي لا اي سي يعني معاجينة اي سي معاجينة والباتري من تخليه انساه يعني هذا صار لأكثر من سنة الباتري هذا وقال من شهر بدله كذلك ايضا هذا الجهاز الماليزي هم نوعية جيدة مثلا لنظره ضعيف شاشة كبيرة يشوف هذا شاشة صغيرة يدور شاشة كبيرة ويجور جهاز جيد يشتري هذا الجهاز اللي سعره خمسين الف دينار تقريبا اه فأخويا العزيزيته بالنسبة اليك يعني انت اللي تختار الجهاز اللي يفيدك انا ما اقدر اقولك رح اشتري هذا الجهاز زين او هذا مو زين اكو اجهزة بالسوب متروس السوب وكافة المناشئ الرخيص والغالي الجيد والعادي زين واللي بيه شغلات بسيطة للمبتدعين او اللي بيه شغلات معقدة والدقيق لقيسة شغلات دقيقة جدا اه فالسعره من اه عشرة خمس دولارات يبدي الاوفو الى خمسة الاف دولار اكو شركات تصني عجزة اوفو متر اسعارها اكثر من خمسة الاف دولار هاي تستورده بعض الشركات والوزارات في الدولة العراقية فا اخويا العزيز اللي يمس اني عن هاي شغلة انواع الافو مترات وياهو الزين وياهو المو زين انت طبعا انت اللي تختار الزين وانت اللي تختار المو زين اتريت جهاز قياس فولتية وتيار ومقاومة جيد اتجه الى الانجليزي الى الفلوق الى النوعي الماليزي امكانيتك مو زينة اتجه للصيني ما بيشي الصيني ترى نصر الشعب العراقي مو مشكلة انت حسب استخدامك للجهاز فكلها تفي بالغرض كل الاجهزة الموجودة بالسوق تفي بالغرض بس تعتمد عليك وعلى امكانيتك فاذر حبيت اقول لكم اياه فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الزر الجارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته